لا يكف المبعوث الأممي عن تسويق خطط كيري الفاشلة في وقت تسبقه الأحداث ولا يكون حاضر حتى في أهم منعطفاتها كما حدث عندما غاب لحظة كان وزير الخارجي الأمريكي يتشاور مع الانقلابين في مسقط ويعلن من أبو ظبي النسخة الأخيرة من مبادراته التي ألقت المزيد من الضبابية على مشهد الأحداث في اليمن من مسقط أعلن ولد الشيخ أنه أجرى ثلاثة لقاءات مع الانقلابيين وتوزع النقاش على خطته الأممية وعلى التعهدات المكتوبة التي قدمت للوزير كيري في مسقط بإنضاء الحوثيين وحزب المخلوع صالح فشل ولد الشيخ في مقابلة الرئيس هادي في الرياض لكنه هذه المرة سيلتقيه في عدن بحسب ما أكده لصحيفة عمانية في وقت يأمل فيه بجمع الحكومة والمتمردين الموالين لطهران في جولة مشاورات قصيرة في الكويت تنتهي إلى اتفاق وقعه الطرفان إذا أحسن استغلال الفترة المتبقية من عهدة أوباما الرئاسية بحسب ما جاء على لسان ولد الشيخ الكويت ثلاثة محاطة على ما يبدو بتطورات مهمة يأتي على رأسها عودة الرئيس هادي إلى عدن في مهمة تنتبينت التوقعات بشأن طبيعة أهدافها لكنها لا تخلو من التأكيد على العمق الجغرافي للسلطة الشرعية التي نضر إليها طيلة الفترة الماضية على أنها حكومة منفأ وثمت مؤشرات على أن تنظل عمليات العسكرية المدعومة من التحالف قدما في ضوء التصريحة الاستعراضية المثيرة للقلق من جانب طهران التي تحدثت عن توجها لإقامة قواعد بحرية ثابتة ومتحركة في كل من سوريا واليمن وبانتظار زيارة المبعوث الأمم لعدن لا يمكن التنبؤ بما ستقول إليه التطورات الميدانية والتي قد تؤثر بعمقا على التصورات الجاهزة للحل في اليمن اشتركوا في القناة